الجيش الروسي بيشن هجمات صحيقة على اوكرانيا ويستهدف ضرب اهداف لوجستية وعسكرية ومواقع للدفاعات الجوية وتدمير جديد لانظمة صواريخ امريكية من نوع باتريوت وايريستيق الالمانية والمفارز الروسية تتقدم باكتساح في مدينة سوليدوفو وتطوق الحمال الاوكرانية داخل المدينة وروسيا بتسيطر على الحي 11 والزعيم الكوري الشمالي يرسل قواته الى روسيا والسبب الغامض وراء ارسال كرة الشمالية لقوات العسكرية الى روسيا تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين القوات الروسية شنت هجمات كبيرة على اهداف متعددة في اوكرانيا واستهدفة الصواريخ والمسيرات الروسية الكاميكازي من نوع جيران ضرب اكبر مركز تدريب عسكري لقوات النيتو في مدينة ليفيف غرب اوكرانيا ما ادى الى القضاء على المئات من عناصر قوات النيتو والمرتزق الاجانب والمستشارين العسكريين وخبرها اندسة حرب المعلومات الامريكية والبريطانية اللي كانوا بيدربوا قوات خاصة على تنفيذ عمليات سيبرانية وعمليات عسكرية غير نمطية بمساعدة الحرب الالكترونية المخابرات الروسية حددت التوقيت الصح عشان تهاجم اكبر مركز تدريب عسكري في ليفيف وشانت الهجوم وقت امتلاع صحات التدريب العسكري في ليفيف بالقوات والعناصر الخاصة والمدربين الاجانب وده رجالة واحدة من اكبر الضربات الروسية على قوات النيتو في اوكرانيا كمان شانت روسيا ضربة على مطار جيتومير وضمارت روسيا مراكز القيادة والسيطرة والتحكم الجديدة وشبكات الرادار والشحنات العسكرية المحملة بالزخائر الجوية الخاصة بمقاتلات F-16 الامريكية وضربت روسيا كمان هناجر الطيارين ومستودعات الوقود الجيش الروسي اعلن عن تحرير الحي 11 في مدينة سيليدوفو وسيطرت روسيا على الطريق اللي بيربط بين سيليدوفو وبين مدينة بوكروفيسك اللي بتواصل روسيا حصرة وتطوئة من كل جانب بحيث استطيع روسيا كل مفاصل للمدينة وده رجالة من الزكاء الروسي الشديد جدا من حوالي شهر تقريبا كان التركيز الروسي لو نفتكر على الضغط العسكري على مدينة بوكروفيسك نظر الاهمية المدينة الاستراتيجية انها بتعد معبر عسكري استراتيجي وطري مركزي يربط 7 او 8 مدن اوكرانية في دونسك مع بعض وكان الضغط العسكري الروسي على بوكروفيسك بشكل جذب انتباه النيتو اللي بدأ يركز على فكرة تحصين المدينة وجال بقوات اضافية بعد فشل عملية كورسك العسكرية وهنا روسيا حولت الدفع العسكرية بسرعة في اتجاه مدن تانية عشان تشاتت جهود قوات النيتو وده جمع تطبيق العقيدة الصينية قديمة جدا في الدفاع القديم بتقول تظهر بالهجوم من الشمال وهاجم بقوة من الجنوب روسيا رجالة تظهرت انها تستكمل الهجوم العسكري على بوكروفيسك فشتت انتباه الامريكيين والبريطانيين في اتجاه المدينة مدينة بوكروفيسك ورعت روسيا هجمت مدن تانية خالص زي سيليدوفو وخلاص المدينة دلوقتي اصبحت دلوقتي على وشك السقوط العسكري بالكامل في ايد روسيا بعد سترت روسيا على معظم احياء المدينة مدينة سيليدوفو روسيا رجالة بتدير حرب في اوكرانيا على اعلى مستوى عسكري من الزكاء التخطيط المهارة العسكرية وده اللي خلى كرة شمالية تروح تبعث دلوقتي اكتر من 3000 مقاتل وطيار عسكري الى اقصى الشرق الروسي عشان روسيا تقوم بتدريب الالاف من القوات الكرة شمالية وتهدي كرة شمالية خبرات الحرب المكتسبة من معارك قوات النيتو كرة شمالية بتواجه تهديد عسكري مشابه جدا للتهديد الروسي ومحتمل ان كرة شمالية تخش حرب مع امريكا واليابان وكرة جنوبية يعني كرة شمالية هتواجه بالضبط نفس التكتيكات نفس الاسلحة اللي بتحاربها روسيا في اوكرانيا وهنا كرة شمالية بعتت قواتها الى روسيا عشان تاخد خبرات روسيا المكتسبة من اوكرانيا وخبرات التعامل ضد اسلحة امريكا والنيتو زي كده ما عملت الصين بالضبط اما بعتت قواتها مع روسيا لتدريب العسكري في اكتر من مناورة عسكرية تدريبية لان الصين زي ما سبق وقلت اكتر ممرة انها بتواجه موقف عسكري شديد التعقيد مشابه للموقف الروسي في تايوان ويهم الصين جدا دلوقتي انها تتعرف على خبرات روسيا في مواجهة النيتو وتكتيكات واسلحة امريكا والغرب لانها نفس الاسلحة التي هتواجهها الصين بالضبط في تايوان الكل دلوقتي رجالة بيبعد قواته الى روسيا لاكتساب الخبرات العسكرية واكتساب طرق التعامل والتيكتيكات العسكرية للتعامل ضد اسلحة امريكا والنيتو والغرب باختصار روسيا تحولت دلوقتي لأكبر مدرسة عسكرية عالمية لأي جيش عايز يكتسب خبرات الحرب الأوكرانية ودي مش أي حرب دي يا جماعة حرب قصرت كل ألقام القياسية العالمية يعني حرب روسيا وأوكرانيا بتعدي دلوقتي أكبر معركة دبابات في التاريخ خلاص سبقت معركة كورسك اللي كانت أكبر معركة دبابات في التاريخ دلوقتي حرب أوكرانيا أكبر معركة دبابات في التاريخ مفيش حرب خسارة دبابات والمدرعات فيها تجاوزة 20 ألف دبابة ومدرعة وده رجالة رقم مرعب سبق بكتير إحصائيات حرب كورسك في الحرب العالمية التانية كمان حرب روسيا وأوكرانيا بتعدي أكبر حرب جوية في التاريخ الحديث بمشاركة آلاف الطائرات اللي شاركت في الحرب روسيا الأوكرانية وكمان حرب روسيا وأوكرانيا بتعدي أكبر حرب للطائرات بدون طيار والمسيرات الكاميكازي وأكبر حرب برية في التاريخ الحديث وأكبر حرب إلكترونية وأكبر حرب سيبرانية وأكبر حرب هاجينة في التاريخ وأكبر حرب صاروخية في التاريخ مفيش حرب في العالم تم استعمال الكم الهائل دوت من الصواريخ وكمان أول حرب في التاريخ يتم فيها استعمال صواريخ أسرع من الصوت هايبر سونيك وكمان أشرص غابة صواريخ في التاريخ المضادة للدبابات وأشرص غابة صواريخ مضادة للطائرات في العالم وكمان أكبر حرب عالمية في التاريخ مفيش حرب في التاريخ جيش واحد بيواجه دلوقتي حجد عسكري مكون من ستين دولة الكلام ده رجالة محصلش في التاريخ ولا هيحصل انا دلوقتي لو اعادت اتكلم عن الارقام القياسية في حرب روسيا واوكرانيا الناس هتزأ مني المهم يا جماعة ان الحرب ديت فعلا اكبر مدرسة عسكرية في التاريخ الحديث يعني كل جوش العالم دلوقتي يهمها جدا انها تكتسب خبرات روسيا في ادارة الحرب العالمية مع ستين دولة بمختلف تسلحها واستراتيجيتها وتكتكتها وتدريباتها وده جماعة السابب الرئيسي اللي خلق الصين وكمان كرة الشمالية يبعثوا قوات الى روسيا لتدريب قواتهم العسكرية بناء على خبرات روسيا الهائلة المكتسبة في حرب اوكرانيا ضد ستين دولة من قوات الناتو طبعا مناش دعوة دلوقتي بتصريحات الناتو الخايب اوي المملة جدا اللي بيقولوها بقالهم ثلاث سنين تقريبا ان كرة الشمالية بعتت قواتها الى روسيا عشان تحارب مع روسيا في كورسك وفي دوناسك كلام فارغ وكلام ممل وكلام عبيد جدا الكلام ده بيقولوه من ثلاث سنين كلما يحسوا ان روسيا بتحسم الحرب ويتتقدم عسكريا يطلعوا شائعات غريبة وغابية واكاذب عبيطة عشان تقليل حجم الانتصار العسكري الروسي عشان يتحكوا على الناس ويهموا الناس ان سبب الفعل وراء انتصار روسيا على الناتو في اوكرانيا هو الدعم العسكري الخارجي من كرة الشمالية والصين وكمان ايران يعني بقالهم ثلاث سنين يقولوا ان المسايرات الايرانية هي اللي بتحارب في روسيا وان القوات الكورية هي اللي بتحارب مع روسيا وان الجيش الصيني بيبعث صواريخ والحد دلوقتي ان يتم مقدمش اي دليل رسمي صريح على الكلام دوت مقرد اكاذيب دعائية لتقليل مستوى انتصار روسيا العسكري الهائل عشان ما يتقالش ان روسيا لوحدها هي اللي عملت وزلت وبهدلت جيوش ستين دولة مع بعض انما يتقال ان روسيا والصين وكرة الشمالية وايران هما اللي بيحاربوا في اوكرانيا عشان يقللوا صمعة روسيا العسكرية ويقللوا صمعة السلاح العسكري الروسي وده جمع الهدف الرئيسي اللي بتسعى اليه امريكا والنيتو من خلال حرب الشائعات النفسية والدعايات الكاذبة روسيا النهاردة نجحت في تدمير عدد من قوازف الدفاع الجوي الامريكي من نوع باتريوت في كييف ودمرت روسيا كمان قذفة صوريخ المانية للدفاع الجوي من نوع ايرستي ومازال مسلسل استنزاف شبكات الدفاعات الجوية الامريكية والغربية مستمر في اوكرانيا طالما الفكر ما بيتغيرش كلما امريكا والنيتو هيبعثوا دفاعات جوية في اوكرانيا هتنضرب ايا كان نوحة مش هتفرق دلان الفكر غبي الفكر واحد التكتيكات واحدة الغباء واحد ومستمر الى ما لا نهاية بكده الفيديو خلص لو عجبكم الفيديو وما تنسوش دعم القناة لايك شير سبسكرايب للقناة اشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته